كما التقى رئيس السيسي رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فون دورلاين وخلال اللقاء أكد رئيس السيسي المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية من جهتها ثمنت رئيسة المفاوضية الأوروبية العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر مؤكدة اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر في المرحلة المقبلة خاصة في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنصيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة في المحافل الدولية وكذلك التباحث بشأن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية المقبلة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري في شرم الشيخ شكرا